أبرزت صحيفة كوميرسانت روسيا الأكثر انتشارا في روسيا الاتحادية في مقال لها اليوم الزيارة الهامة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حده الله رعالي روسيا الاتحادية ومبحثته مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية ونوهت الصحيفة بأن هذه الزيارة تعكس تنامي وتطور العلاقات الثنائية الودية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية وحرص قيادتي البلدين على تطويرها في كل المجالات التي تخدم مصالح البلدين وتناولت الصحيفة الروسية الإنجازات الكبيرة التي حققتها مملكة البحرين ومظاهر النهضة والتطور والازدهار التي تشهدها منذ تولي جلالة ملك مملكة البحرين المفدى مقاليد الحكم وأشهدت صحيفة كوميرسانت بمثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالة الملك المفدى وأكدت أن مملكة البحرين حققت قفزات نوعية وتاريخية مكنتها من التميز إقليميا ودوليا وخطت خطوات رائدة على صعيد مسيرة التطوير والتحديث السياسي مع ترسيخ المؤسسات الدستورية مشيرة إلى أن البحرين تمضي بثبات وبنجاح في مسيرتها الوطنية بقيادة جلالة الملك المفدى نحو المزيد من التقدم والتطور والرقي الحضاري في ظل الإنجازات التي حققتها على مختلف الصعود التنموية والاقتصادية والثقافية حيث أصبحت البحرين نموذجا يحتذا به في محيطها الإقليمي والعربي